من أزمة إلى أزمة يتنقل العراق دون حلول حيث تتحمل الفوضى والفساد ما وصلت إليه البلاد لا سيما على مستوى المناطق الخضراء تلك التي تراجعت لحساب مشاريع استثمارية تدور في فلك الأحزاب هنا المنطقة الخضراء في حي التقية بمدينة الديوانية حيث كان السكان يتباهون بخضراتها وأشجارها فما كان من السلطات إلا وأزالتها واستعادت عنها بهذه الكتل الإسمنتية جريمة منظمة مع سوق الأسرار والترصد حيث أن هذه كانت عبارة عن شريط أخضر الأشجار فيه عامرة أطوالها ربما لا تقل عن 3 إلى 4 متر ارتفاعها فيها منظومات سقي وفيها منظومات ري حديثة هذا القرار يكشف التجاوزات التي تقوم بها الأحزاب والمستثمرون التابعون لها ولم تستثني المساحات الخضراء هذا كتاب من وزارة الأعمار والإسكان والبلاديات والأشغال العامة للمحافظة إنه ممنوع ممنوع من عن باتن تغيير الاستعمالات والتحفظ على مناطق الخضراء وعلى الرغم من تكلف الحكومة ثلاث لجان لتقصي الحقائق يبدو التضارب في التقارير سيد الموقف ما يؤكد وجود شبهات فساد كما يرى الأهالي في الديوانية وهناك ثلاثة تقارير أعدا في ثلاثة أيام كل تقرير مخالف للتقرير الأول نسأل ونناشد لماذا هل رأسة لجنة الوزراء غير دقيقة أو غير مهنية عكسوا الأرض منك وجابوا لهم سهم في سبيل أنه جناب المستثنين عجب هذا الشريط لأنه على الشارع العام مدخل مدينة النجف أما عن ماذا وكيف وصلت الأمور إلى هنا ليتحول مدخل مدينة الديوانية إلى مشروع استثماري يقلص عرض الشارع الرئيسي وينهي المساحات الخضراء فيه فهو سؤال أن أصبحت الإجابة عليه معروفة منذ عام 2003 وحتى اليوم لتأتي كل حكومة تحمل من سبقتها مسؤولية الفساد والذي تأكد العراقيون أنه السمة العملية السياسية التي أوصلت العراق إلى المجهول